إدانة الإمارات تثمين دور السعودية وتحذير أممي من تقسيم اليمن خلاصة الأفكار التي تم تداولها في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت الاثنين الماضي فاليمن وعلى لسان مندوبها الدائم في الأمم المتحدة عبدالله السعدي جددت تأكيدها على ضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام الآثار السلبية للتمرد المسلح الذي قاده المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات شهر قسطس من هذا العام من تمرد مسلح من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة يتطلب وقفة جادة ومراجعة شفافة من أجل تجاوز هذه المعضلة السعدي في كلمته أمام مجلس الأمن وصف النتائج الكارثية لقصف الطيران الإماراتي على وحدات الجيس اليمني واصفاً إياها بالهجمات الخارجة عن أهداف التحالف مؤكداً رفض اليمن الاستمرار في دعم أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة فإن خطر الانشطار واقع حقيقي وإن وضع القوة وإعادة تسليحها يجعل حتى أكثر المتفائلين حذراً وأنا أندد كما فعلت في شهر الماضي الجهود غير المقبولة من المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة المبعوث الأممي مارثن غريفث حذر في حاطته للمجلس من خطورة تقسيم اليمن مطالباً للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل مديناً ما أسماها بالمحاولات غير المقبولة من قبل المجلس الانتقالي للسيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة والملفت للنظر أن غريفث أكد بأن الأوضاع في الحديدة تسير بالاتجاه الصحيح الرغم أنه أفاد بعدم حدوث أي تقدم في ملف الأسرى والمعتقلين فضلاً عن أن إفادة مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية اتهمت ميليشيا الحوثي بيعاقة عمل المنظمات الإنسانية الملاحظ في كلمة مندوب اليمن أنها بدت أقل حدة تجاه الإمارات عن بياناتها السابقة واهتمت بشكر السعودية والدفاع عنها أكثر من توضيح مخاطر الدور الإماراتي في اليمن كما أن السعدي لم يتطرق للطلب الذي وجهته اليمن سابقاً لمجلس الأمن بعقد جلسة طارئة بخصوص الإنقلاب الإماراتي وهو ما جعل مراقبين يرجحون خضوع الحكومة لضغوطات سعودية تنحصر في إدانة الإمارات بدون اتخاذ إجراءات عملية ضدها